صرحت المتحدثة باسم المفاوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لستروسيل أن إسرائيل أخفقت وبشكل متكرر في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي وشددت المتحدثة الأممية على أن انتهاك إسرائيل هذه الالتزامات قد يؤدي إلى التعرض للمسؤولية عن جرائم الحرب ومخاطر الجرائم الفضيعة الأخرى وأشرت روسيل إلى أن المفاوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا مرارا وتكرارا إلى أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان ولإنهاء المعاناة المروعة والخسائر في الأرواح واستمح أيضا بالإيصال الفوري والفعال للمساعدات الإنسانية